السلام عليكم متابعي دراما سبورت اليوم بنا نتعرف على مدربية الاندية السورية المشاركين بالدور السوري الممتاز لموسم 2021-2022 بطبيعة الحال انا بشوف دائما موضوع المدربين مهم جدا خصوصا انعكاس الدور السوري على المنتخب لما بيكون في مدرب جيد فبتلاقي لاعب جيد ولما بيكون في نادي وادارة جيدة فبتلاقي منظومة جيدة ورياضة جيدة لهالسبب مهم جدا نعرف ونتعرف على مدربية الاندية السورية يلا عالتفاصيل حاليا يا غالي انت عم بتتابع قناة دراما سبورت اذا ما عم تجيك الاشعارات من القناة فصار لازم تعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس اللايك مو مهم ابدا بس اذا حطيتو اكيد ما رح نزال البداية مع نادي تشرين بعد رحيل الكابتن ماهر البحري ماهر بحري بصراحة مدرب قاد تشرين لبطولتين دوري فبالتالي من ابرز المدربين اللي مروا ع تاريخ نادي تشرين اول مدرب مع هذا النادي بيحقق لقبين على التوالي لهالسبب بظن يعني رحيل ماهر البحري ممكن يشكل ورق الضغط على اي مدرب ليس فقط الكابتن طارق جبان المدرب الجديد لنادي تشرين اي مدرب بيجي ع تشرين رح يكون تحت الضغط وهذا الضغط ليس فقط لانجازات ماهر البحري او الشي اللي عملوا ماهر البحري مع نادي تشرين بقدر ما هو كمان رحيل عدد كبير من لعيب التشرين الى الدوري البحريني او الى الدوريات الخليجية فبالتالي نادي تشرين عم بيتجدد وهذا الشي بيؤدي بان بالفعل مهمة الكابتن طارق جبان مهمة صعبة مهمة يعني مانا سهلة ابدا ومهمة محفوفة بالمخاطر واذا بدنا نحكي عن الكابتن طارق جبان وهل يا ترى هو ينفع لنادي تشرين او لا فالكابتن طارق جبان يعني كمسيرة تدريبية المدرب جيدة المدرب قاد نادي الجيش لبطولة الدوري المدرب كان مساعد لاشتانجة مع المنتخب درب نادي طليعة الموسم الماضي وكان عم بيقدم اداء وعم بيقدم مستويات جيدة فبالتالي يعني من خلال الاخر اربع الى خمس سنوات عم بنشوف الكابتن طارق جبان واضع رجل بالدوري السوري ورجل قوية يعني انا عندي الامكانيات اني قود نادي لبطولة الدوري عندي امكانيات لكون متواجد بالكادر الفني للمنتخب السوري الاول وعندي الامكانيات لقيادة نادي ممكن نادي الطموحات يتواجد بين الاربع الكبار طموح الدوري بالنسبة لنادي الطليعة كان صعب وكان الكابتن طارق جبان ماشي مع نادي الطليعة رغم الامكانيات المادية ورغم المعاناة بموضوع تأخير الرواتب وكل هالأمور فبالتالي الكابتن طارق جبان فينا نقول بان مدرب يعتمد عليه لكن المهمة محفوفة بالمخاطر مثل ما حكينا نروح لنادي الجيش نادي الجيش بعد رحيل الكابتن رأفة محمد وحاليا هو مدرب المنتخب الاولمبي عم نشوف تم التعاقد مع ابن النادي الكابتن احمد عزام يعني الكابتن احمد عزام ممكن بيعرف اكتر من اكتر الناس اللي بيعرف شو كواليس نادي الجيش شو الشي الموجود بنادي الجيش كونه ابن النادي والكابتن احمد عزام يعني مدرب اكيد باخر 3 الى 4 سنوات باصم بصمة يعني بالدور السوري لا يمكن لاي شخص انكار هاي البصمة خصوصا مع نادي الكرامي الموسم الماضي قدم مستويات بمرحلة الزهاب كان عم بينافس على لقب الدوري كان متصدر باغلب فترات مرحلة الزهاب وبمرحلة الاياب شفنا فيه تراجع لكن بشكل عام الكابتن احمد عزام دائما بيشتغل على المنظومة الدفاعية اكتر من المنظومة الهجومية ممكن نادي الجيش باخر فترة كان عم بيعاني دفاعيا مع تواجد محمد الواكت فالامور الهجومية نوعا ما يعني ممكن تكون سهلة لكن من الناحية الدفاعية بالفعل كان عم بيعاني خصوصا مع رحيل احمد مدنية الحارس المتقلق الى نادي تشرين فحتى من ناحية حراسة المرمى كان عم بيعاني لكن ان شاء الله خلونا نشوف شو رح يعمل الكابتن احمد عزام مع نادي الجيش هو يعني مدرب مثل ما حكينا يعني يدرب وحتى ساعد الكابتن ايمن الحكيم بالمنتخب الاولمبي يعني بكأس اسيا لما دون 29 عام قبل سنتين فعنده خبرة مع المنتخبات وعنده خبرة بالدور السوري مع نادي الكرامة وكمان بدور الدرجة الاولى لما كان بيدرب الفتوة تأهل مع الفتوة الى الدور السوري الممتاز وكان متواجد مع نادي المجد وطبعا يعني غادر نادي المجد كان لو باقي مع نادي المجد اكيد كنا حنتأهل للدور السوري الممتاز ووصل مع نادي المجد لنهائي كأس الجمهورية فمدرب صاحب سي في قوي خلال اخر 4-5 سنوات باصم البصمة ومتألق وخلونا نشوف شو رح يعمل مع نادي الجيش نادي الجيش عم بيعاني نادي الجيش عم بيرحل عدد كبير من اللاعبين عم بشوف انه الادارة الى الان ما عم بتأمن الشي المهم لحتى الجيش ينافس على الدوري لكن دايما عم نحكيها الجيش لو غادر كل اللاعبة فبتلاقي دائما فريق متواجد ومنافس منروح لنادي الكرامة نادي الكرامة تم التعاقد مع الكابتن عبدالقادر الرفاعي عبدالقادر الرفاعي يعني كابتن انا لما كنت بتابعه بأيام دوري ابطال اسيا فمن ناحية كقائد وكلعب كنت يعني جدا معجب فيه يعني لعب رائع جدا لكن من الناحية التدريبية الى الان ما شفته الباصم البصمة يعني المميزة قبل سنتين كان عم بيدرب الكرامة الكرامة كان عم بيعاني طبعا يعني شفنا عبدالقادر الرفاعي تم التعاقد معه وبعد رحيل الكابتن احمد عزام والكرامة كان ما عم بيلاقي المدرب اللي ممكن يعني يكون بنفس او افضل من احمد عزام فتم التعاقد مع ابن النادي ابن النادي دائما متوفر ابن النادي دائما ممكن يعني يكون كمان قريب من الكرامة وبيعرف كواليس الكرامة بهذا الموسم الحجج ممكن تكون اقل ان الكرامة عنده بعض اللعيب المميزين عنده بعض اللعيب الخبرة انت عم تحكي عن تامر الحاج محمد انت عم تحكي عن عمر جنيات لعيبة خبرة رجعوا للنادي فاياما الكابتن عبدالقادر الرفاعي بابل موسمين ما كنا عم نشوف اللعيب موجودين مع الكرامة حاليا نحن عم نشوفهم فبالتالي المهمة صارت اصعب الكرامة مطالب بالمنافسة الكرامة خلص يعني خرج من موضوع انك تلعب على المراكز الدافئة انت حاليا خرجت من الدوري الموسم الماضي بالمركز التالت فبالتالي لازم تنافس حاليا على المركز الاول وبعد ما حكينا عن نادي الكرامة خلونا نحكي كمان عن المدرب الجديد لنادي الوحدة الكابتن ماهر البحري ماهر البحري حكينا عنه بالفقرة اللي حكينا فيها عن نادي تشرين بان بالفعل مدرب يعني باخر موسمين قاد نادي تشرين لبطولة الدوري مرتين على التوالي فأكيد مدرب صاحب خبرة بالدوري السوري الى الان الوحدة غير مستقر من ناحية الدوري السوري بموضوع عدم الاستقرار بالنتاج فلازم يلاقي مدرب يعطي هذا الاستقرار اخر موسمين عم بتلاقي الوحدة ببعض المباريات بتحسه فريق كبير وفريق عنده المخزون وعنده اللاعبين وكل شي متوفر وببعض المباريات ممكن يخسر بسهولة وبتلاقي فريق عشوائي فالشي المطلوب من الكابتن ماهر البحري مع نادي الوحدة ايجاد التوازن ايجاد فريق يعطيك تسعين دقيقة دائما يعطيك فريق انك انت عم تلعب كل مباراة وتسعين دقيقة بتلاقي كل اللاعب حاضرين سواء الاساسين او حتى الاحتياط وهون ممكن تلاقي النجاح مع نادي الوحدة نادي الوحدة عنده تعاقدات عنده ادارة بتساعد بموضوع التعاقدات عنده الانكانيات عنده الجمهور كل شي متوفر فقط محتاج لمدرب بيعطي التوازن بالخط الدفاعي والخط الهجومي وحتى بحراسة المرمى وانه يعملوا كل هذا الانسجام حتى تلاقي نادي الوحدة نادي عم بيحقق نتائج وعم بيحقق انتصارات لان الشي اللي شفناه باخر موسمين ما كان جيد من ناحية الدوري من ناحية الكأس عم بتلاقي الوحدة مباراة بمباراة احيانا بيوصل للنهائية بيحقق لقب كأس الجمهورية شارك بكأس الاتحاد الاسوي بس لسه الفريق بيحتاج للاستقرار بالنتائج الاستقرار بالنتائج وعدم الضغط على الكابتن ماهر البحري لان اول سنة مع نادي الوحدة الساعة عم بيكتشف النادي فممكن لنهاية مرحلة الزهاب منشوف شو رح يعمل المدرب ماهر البحري مع الوحدة منروح لنادي حطين تم التعاقد مع المدرب عبد الناصر المكيس عبد الناصر المكيس يعني اجا خلفا للمدرب السابق حسين عفش عبد الناصر المكيس بصراحة يعني مع رحيل عدد كبير من نجوم نادي حطين فبالتالي رح يعاني من ايجاد توليفة جديدة لهذا النادي لان دائما عم نحكي وعم بنعيد بنفس الكلام حطين كل موسم عم بيتعاقد مع مجموعة من اللاعبين الموسم اللي بعده عم بيروحوا هاللاعبين وعم بنشوف تشكيلة جديدة ودائما مع اي تشكيلة جديدة بتلاقيه في عدم انسجام في فريق بمرحلة الزهاب بالكامل ما بتلاقيه عم بيكتشف نفسه لهالسبب الكابتن عبد الناصر المكيس مع خبرته جيدة يعني درب نادي تشرين درب نادي الساحل القرداحة وكمان درب بالاردن وبسلطانة عمان ومدرب معه الشهادة البروفيشنال بالتدريب بي بي اسيا فبالتالي المدرب مانو مدرب يعني ما عنده الخبرة او مدرب ما عنده الامكانيات لكن لازم يعرف يشتغل على ايجاد الانسجام بتشكيلة نادي حطين كون نادي حطين من اكتر الاندية السورية اللي بتتعاقد الموسم اللي بعده بتبيع تسع الى عشر لاعبين وبتلاقي النادي من دون اي لاعب الموسم اللي بعده او بتشوف لعيبة جدد فالامور معقدة جدا بنادي حطين وبتحتاج لدراسة وبتحتاج لتعمق وبتحتاج حتى لعقود لثلاثة الى اربع سنوات واستقرار بتشكيلة النادي واستقرار بمجموعة من اللاعبين واستقرار مع المدرب مدروح لنادي الطليعة تم التعاقد مع المدرب يعني ابن النادي الكابتن فراس قاشوش الكابتن فراس قاشوش غني عن التعريف لما كان لاعب كان هداف من طراز رفيع ابن نادي الطليعة واكيد بيعرف كل شي بنادي الطليعة لكن واصل بمرحلة نادي الطليعة عم بيبيع لعيبته وما عم بيتعاقد مع نفس النوعية وكمان يعني وضعية الطليعة بصراحة لا تبشر بالخير الشي اللي بتمنى يعني انه الصبر على الكابتن فراس قاشوش لان وضعية فراس قاشوش نفس وضعية كم مدرب اخر ممكن تشوف بعد الجولة الرابعة او الخامسة يتم التخلي عن فراس قاشوش والتعاقد مع مدرب جديد لان دايما المدرب ابن النادي سهل جدا اقالة المدرب وبعد تعيين مدرب اخر فما بدي الطليعة يفود بهاي المعمعة كونك انت من الاساس ما امنشي للكابتن فراس قاشوش ونروح لنادي الاتحاد نادي الاتحاد نادي الجماهيري نادي الغني عن التعريف اللي دائما لازم يفود باي دوري وينافس على هذا الدوري للأسف اخر موسمين اخر ثلاث مواسم ما عم بشوف هذا الشي مع نادي الاتحاد في عدم استقرار فني بتعاقدوا مع مدرب برازيلي ما بتسمع فيه اول مرة بتسمع فيه بعدها بعدة اشهر بيتم التخلي عن المدرب البرازيلي بيجيبوا مدرب تونسي قيسي العقوبة كمان مرحلة زهاب وبعدة بتتم ايقالته فما في استقرار لا من ناحية الادارية ولا من الناحية الفنية لنادي الاتحاد الكابتن انا الصابوني كمان يعني مدرب ابن النادي لكن هي مشكلة ابن النادي نفس الكابتن فراس قاشوش ان ممكن يستمر ثلاثة الى اربع جوالات اذا ما كانت النتائج مرضية واذا ما كانت النتائج جيدة فسهل جدا يعني ايقالة المدرب هذا الامر بصراحة عم بتصير دائما مع ابناء النادي لهذا السبب يعني احيانا احيانا انا ما بحب يتم التعاقد مع ابن النادي لان سهل جدا تعيفه من المنصب على العموم الميزة بطبيعة الحالة اي ابن النادي هو انه بيعرف كل شي يعني بيعرف كواليس النادي بشكل جيد بس الادارة لسه ما امنت الشي المطلوب للفوز بلقب الدوري الشي المطلوب للفوز بلقب الدوري تعاقدات الشي المطلوب للفوز بلقب الدوري تعاقدات من نوعية جيدة كمان يعني ما بتاخد اللعيبة اللي كنت عم بتعيرهم لبعض الاندي وبترجعهم على اساس تعاقد جديد وخودي يا جمهور الاهلي كون مبسوط بهالتعاقدات أنت بتحتاج للاعب مهاجم حاسم تم التعاقد مع عبدالهادي شلحة لكن بتحتاج لثلاث إلى أربع لعيبة بخط الهجوم من نفس المستوى بنفس القوة بتحتاج لأربع خمس لعيبة بخط الدفاع بقلب الدفاع بنفس المستوى بنفس القوة لحتى تنافس على لقب الدوري أي لعب يتعرض الإصابة ما رح تلاقي بالدكة أي لعب على العموم الله يعين الكابتن أنس صابوني وبصراحة الله يعين جمهور الأهلي يعني ما بدي أحكي أكتر من هيك يعني أنتوا شايفين الوضع أكتر مني وبتعرفوا أكتر مني بصراحة مضروح لنادي جبلة تم التعاقد مع الكابتن زياد شعبه الكابتن زياد شعبه يعني أحد نجوم المنتخب السوري يعني ببداية الألفينات إلى 2010-2011 كنت دائما بتلاقي الكابتن زياد شعبه متواجد مع المنتخب السوري وهداف للدور السوري يعني صاحب تاريخ الكابتن زياد شعبه لعب مع نادي حطينه مع نادي الجيش ومع نادي الكرامة وكتدريب إلى الآن ما أخد الفرصة الكافية الكابتن زياد يعني الكابتن زياد بيحتاج لفريق وبالفعل التعاقد من نادي جبلة مع الكابتن زياد شعبه أنا شايف تعاقد ممتاز جدا لأن نادي جبلة ممكن يعني قريب من نادي حطين من نفس المحافظة هلأ جبلة بيعتبروا حالهم يعني محافظة مختلفة جبلة اللادقية يعني هي اللي لازق بجبلة وليست جبلة تابعة لللادقية طبعا هذا كلام آخر لكن بشكل عام أنا شايف بين التعاقد جيد النادي إلى الآن مع رحيل محمود البحر ممكن الوضعية تكون مختلفة إلى الآن ما يعني ما رح أحكي كثير عن التعاقدات لأن في فيديو مخصص للتعاقدات لنهاية الميركاتو لحتى تشوف الأندية لكن بشكل عام الفريق إلى الآن لم يجد الممول ولم يجد الشخص اللي بيشيل هذا النادي ماديا في محبين في متعاطفين لكن الشخص اللي بيشد النادي ماديا وبيجيب لعيبة وبيعمل تعاقدات وبيشتغل بفكر رياضي الأمر صعب بنادي جبلة والله يعين وراح نشوف بكاس الاتحاد الآسيوي كلنا حنشجع بطبيعة الحال جبلة وتشرين نروح لنادي الشرطة تم التعاقد مع المدرب فينا نقول ابن النادي دائما كان متواجد مع نادي الجيش ومع نادي الشرطة الكابتن محمد شتيد الكابتن محمد شتيد حتى تدرى بنادي الاتحاد قبل 3 إلى 4 مواسم إذا ما خانتني الزاكرة فكان محمد شتيد عم بيقدم نتائج جيدة مع نادي الشرطة يعني مدرب بيعرف يشتغل على العامل النفسي بيعرف يشتغل بالشيء الموجود كمان نادي الشرطة بآخر المواسم عم بيبيعوا كتير وما في استقرار إداري فممكن أنا بشوف أنه تعاقد جيد وبيعرف كل شي بنادي الشرطة بالنسبة لنادي الوسبة فتم التعاقد مع الكابتن عمار الشمالي الكابتن عمار الشمالي بطبيعة الحال الموسم الماضي كان عم بيدرب نادي جبلة حقق مع نادي جبلة بطولة كأس الجمهورية يعني مركز متوسط بيئة دوري مدرب غني عن التعريف الكابتن عمار الشمالي بيدرب أي نادي بتلاقي أنه الفريق عم بيتطور الفريق عم بيشتغل فأنا بصراحة شايف أنه تعاقد كمان يعني تعاقد اعتيادي من نادي الوسبة يعني لما بيعانوا أو لما بيتعرض الفريق لنكسة فبيتعاقدوا مع الكابتن عمار الشمالي أو بعض المدربين اللي دائما يعني موجودين مع نادي الوسبة فهذا التعاقد هو لأنقاذ نادي الوسبة مثل كلمر روح يا شباب لنادي الفتوة نفس المدرب الموسم الماضي الكابتن القدير أنور عبد القادر أنور عبد القادر هو ابن نادي الفتوة درب نادي الجهاد درب نادي الجيش درب المنتخب السوري دائما أنا بشوف أنه الكابتن أنور عبد القادر هو المدرب الأفضل والأمثل لنادي الفتوة راح لمن رحل وأتى من أتى وهو المدرب الأفضل لنادي الفتوة هو بيلعب بإمكانيات نادي الفتوة الإمكانيات المتاحة فأنا دائما بيصف أبو البراء بيصفه دائما ويلاقي أنه هو المدرب الأفضل والأنجح مع نادي الفتوة ما بيحكي أي كلام آخر عن التعاقدات لكن بظن إذا تم توفير بعض اللاعبين فالفتوة مع أنور عبدالقادر ممكن يكون بالمراكز المتوسطة ليش لا؟ مدروح لنادي الحرجلة الاستمرار مع الكابتن ياسر مصطفى اللي تم التعاقد معه بعد رحيل الكابتن فراسم عسعس الحرجلة بآخر موسم يعني شفنا البداية مع الكابتن فجر براهيم بعد الكابتن فراسم عسعس وبعدها حاليا الكابتن ياسر مصطفى موضوع الحرجلة واستمرارية الحرجلة بالدور السوري الممتاز اعتماده الكل على موضوع اللاعبين عم بتشوف تم التعاقد وتم استقطاب مجموعة كبيرة من اللاعبين الموسم الماضي لكن كان الفريق عم بيعاني من ناحية الرواتب من ناحية عدم الاستقرار الفني الفريق كان ما كان فيه انسجام فبالتالي مهمة الكابتن ياسر مصطفى هي الابقاء على نادي الحرجلة بالدور السوري الممتاز الموضوع صعب جدا الموضوع معقد جدا خصوصا بان الدور السوري الممتاز بهذا الموسم رح يكون فيه هبوط لأربع عندي وليس لناديين فامور اغلب الاندي رح تكون صعبة واي نادي ما بيكون جاهز بمرحلة الزهاب فرح يلاقي صعوبة بالبقاء بالدور السوري الممتاز عم بحكيها بكل صراحة نادي الحرجلة الى الان غير جاهز بالمقارنة مع بقية الاندي للبقاء بالدوري لازم يعملوا شغل كبير لحتى يبقوا بالدوري نروح لنادي النواعير مدرب نادي النواعير حاليا هو الكابتن خالد حويني خالد حويني يعني ابن نادي النواعير او ابن نادي عمال حما ويعني ابن حما بشكل عام كلاعب فكان متواجد مع نادي جبلة من ال89 الى ال2001 حقق مع نادي جبلة الدوري السوري كان لاعب ممتاز كان جناح ايسر رائع جدا يعني اذا ما خانتني الزاكرة فانا احيانا بحكي من دون تحضير لكن الاسماء اغلبها بعرفها ف خالد حويني هو اكيد كمان يعني نفسه نفسه في راس قاشوش نفس انا الصابوني نفس هال مدربين الابناء النادي يعني الامور تتعلق في اول ثلاث الى اربع جوالات يا رح يبقوا يا مع السلامة بالنسبة لنادي عفرين فنادي عفرين يعني عاد بعد سنوات من الغياب الى الدور السوري الممتاز تم التعاقد مع الكابتن احمد هواش كمان اذا ما خانتني الزاكرة الموسم الماضي كان مدرب نادي عفرين هو اسامة حداد وكان بيساعده بكري طراب فيعني النادي عفرين كونه من مدينة حلب تابع لمحافظة حلب فبتلاقي المدربين اللي كانوا متواجدين مع نادي الاتحاد او اللي كانوا لاعيبة بنادي الاتحاد عم بتلاقي انه عم بيشتغلوا مع نادي عفرين نادي عفرين عم بشوف فيه تعاقدات نوعية لكن الامور خطيرة الامور ما نسهل ابدا خلق الانسجام الكابتن احمد هواش مطالب بخلق الانسجام لان كونك انت عم تتعاقد مع اربع الى خمس لاعبين للنادي مختلفين عن الموسم الماضي فالانسجام مهم جدا فريق عفرين ممكن يبقى بالدور السور الممتاز واذا بقى بالدور السور الممتاز هذا بحد ذاته انجاز مثل ما حكينا في اربع اندي رح يهبطوا للدرجة الاولى الامور صعبة اذا بقوا بالدور السور الممتاز نعتبروا انجاز الصبر على الكابتن احمد هواش عدم التسرع بالتخلي عن المدرب لان عنده الخبرة الكافية بالدور السور الممتاز وما فيك يعني تغير المدربين لأن إذا غيرت فانتهى الوضع بشكل كامل على العموم يا شباب هذا كل شي حاب أحكيه عن مدربية الأندية السورية بالدور السوري الممتاز لموسم 2021-2022 راح نحكي عن تعاقدات الأندية السورية لكن بعد نهاية الميركات السوري لأن ما فيك تحكي عن مجموعة من اللاعبين وإسا فيه انتقالات بشكل كبير وهذا كل شي حاب أحكيه بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة